اشتركوا في القناة وتطورا مزجهرا في مجال علوم الفضاء وذلك من خلال الجهود المميزة التي تبذلها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مما مكنها من ان تكون نموذجا مشرفا على ما تشهده المملكة من تطور وحرص على تمكين شبابها من العلوم المتقدمة وفي انجاز وطني جديد اعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن تصدر مملكة البحرين لمؤشرات الامم المتحدة بشأن مساهمة المرأة في قطاع الفضاء وفقا لدراسة صادرة عن برنامج الفضاء من اجل المرأة التابع لمكتب الامم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والتي تحمل عنوان معالم المساواة بين الجنسين في قطاع الفضاء ويعكس هذا الانجاز حرص مملكة البحرين على تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف مبادراتها الفضائية والتزامها بخلق قطاع فضائي وطني شامل من خلال مشاركتها في برامج مكتب الامم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وجهودها لتنفيذ سياسات تمكين المرأة في قطاع مهم وحيوي مثل قطاع الفضاء نجاحات مملكة البحرين في دعم تقدم المرأة في مجال علوم الفضاء باتت اليوم نموذجا لدول العالم التي تسعى إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع المجالات وتحديدا في علوم المستقبل